السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفنا بعض المواقع اللي بتحول برومت لفيديو. طيب احنا عندنا بقى موقع اسمه باكسي بريس. الموقع دوت بديننا لا اعمل كذا مشهد مرة واحدة. يعني ده المشهد الاول هكتف اللي انا عايزه. وده المشهد التاني. ممكن اقول له مثلا كاتس درينك كوفي. ومشهد ثالث ورابع وخامس وهكذا. تمام? يبقى انا مثلا عندي خمستاشر مشهد. في حد كتب قصة سيناريو عجباني. قصة مثلا نحن نخذ التوفيق النبيل فاروق. نجيب محفوظ. تروح حاطتهم كلهم. ويعمل لك مشاهد. وفي الاخر تطلع لك فيديو طويل. المشهد الاولاني. خمس ثواني. مشهد ثانية ثمان ثواني وهكذا. لما تجي نبص على الفيديوهات اللي تعمل من خلال الموقع دوت هتلاقي حاجات خطيرة جدا. الحركة تحس انها حاجة حقية. اي فيديو من دول بطاف عليه بيبدأ ان هو يشغله لك وتبدأ تشوفه. وفيه خاصية ثانية ليه امشته فيديو ان انت تقدر تقدر له صورة وتقول له وخليها تتحرك. طيب كل علينا هتقول له انا عايز اجرب الموقع. وحاولوا تجربوه بسرعة لان ممكن بعد فترة ليه بفلوس. فنبدأ بقى للمشهد الاول مثلا نقول له. اه ابدأ بقى اقول له المشهد الاولاني في كذا. ماشي وعايزها ثمان ثواني. وممكن ادله صورة. يعني اقول له خد الصورة دي. ارسم به المشهد دول. في اختيار هنا. انا اضيف صورة للمشهد. ممكن اجي هنا وقول له مثلا. بوت. ات. اا ايلاند. ماشي. مشهد ثالث. ايت. بنانا. ات. ايلاند. بعد ما خلص المشهد كلها. انت ممكن تضيف عدد لانهان المشهد. تبدأ تنسع الضرار بتاع الزكال الصناعي. يبدأ هو يبتكر فيديو. يكون فيه كل حاجة مع بعض. اعطيك 150 نقطة. اعطيك كل مشهد ثالث. اعطيك كل مشهد ثالث. الوقت. طيب ممكن اقول له امشه فيديو. يعني هتديك صورة. وانت ابدأ اغير فيها. هقول له ابلوت فيديو. هتدي له صورة. نقوم بتصريح صورة. او يعني. مش عايز تشيرها محد. او مش عايز تشيرها محد. الزكاة الاصناعي بيتمرر على كل صورك. فمن يمكن ان يشترك معها صورة. تكون انت مش عايز تشيرها على النت. يعني. يمكنك ان تكون صورة تقوم بمشكل من صورة يعني عندما تتسأله في معلومة و تدله معلومة خلي عندك اعتقاد أنه ممكن شراء مع حد ماشي؟ طيب، أنا أقول له بقى إيه؟ اسماعيل and drink coffee يعني خذ الصورة ديت وخلي الشخص ده بيبتسم و بيشرب قهوة الإيد أصلاً مش ظهرة، فهنا بلاك بقى موضوع القهوة تمام؟ طيب، و هنقول له طبعاً هنا الموديل الزهر الأول الزهر الثاني، قلل الزهر الثاني طبعاً و بنشوف بها هيعمل إيه؟ طيب، على ما يعمل الفيديوهات، دعنا نعمل حاجها اللي هي character character يبقى فيه شخصية، الشخصية دي ممكن يستخدمها في أي لحظة فأنت ممكن تعمل كذا الشخصية، وكل شخصية فيهم تستعمل بها في مشهد معين فأنت ممكن تعمل الشخصية دي هنستخدمها كأنها هي هرقل جوار و محاقق في الجرائم قتل و حاجة زى كده طيب، هقول له أعمل لي الشخصية، يقول لي حطي لي شوية صور بس يكون الصور واضحة على أساس ما هيقلب لي الشخصية ويستخدمها بعد كده فأنا أقول له الشخصية دي اسمها عمر فأنا أقوم بتنفع صور كثيرة، كل ما تنفع صور كثيرة، كل ما الموضوع بيكون أفضل فأنا أقول له الشخصية، أخذ الصورة دي أو أريد صورة واحدة، طيب أمثال، ممكن أن نقوم بتنفع صورة دي وهو يتأكد بقى جلد الصورة ان الصورة واضحة يقدر انه يأخذ منها الملامح ويبدأ انه يعتمد عليها ولا لأ طيب، أوكي، كريد كاراكتر، خلص بقى في شخصية موجودة معاه في أي وقت أروح عامل آت عمر ويبدأ بقى انه يعمل لي الشخصية دي هنا البرومتز، لو أريد أن أتحرك أو أريد أن يشغل به شيء النيجاتف، الحالة التي لا أريدها ممكن أن أقول له Auto، فهو أوتوماتيك يبدأ هو يكريد لي الشخصية ممكن مثلا، visit برومتز الموضوع نستخدم الموضوع وقال له Create تمام، فيه كذا فيديو، سأخذ وقت لأننا نطلب منه شيء كثير ونرى في الآخر ستفعله طيب، هو عمل دلوقتي الفيديوين دولد، هذا أساس أكثر من فيديو في نفس الوقت، خد شوية طيب، تعال نرى دوت دخل فيه حركة أول للوجه طيب، تعال نرى الفيديو الثاني، لنشاهده طيب، تعال نرى الفيديو طيب، تعال نجرب الفيديو نحن كنا عملين، كان في قصة كأن في مركب، وبعد كده المركب غرق، وبدأوا يلاقوا الكنز والراجل قاعد هو بيلاق بيكل موسى، زي ما اتفقنا، صراحة روعة، صراحة جميلة جدا، تمام؟ ممكن تقول له مثلا شتري، تقول له كريات مثلا، ممكن تقول له دون لود، ريتراي، طبعا هيخد وقت على ما اعمل الفيديو انت ممكن تجي نومة الفيديو، تشوف بها الفيديوهات اللي انت اتعملت لك، ده الفيديو بتاع اللي انا قد رفعته بس طبعا بالشابه خالص تمام، بس خلا يتكلم، يعني مع الوقت هتلاقي ان هو بدأ يتحسن وبدأ الصوابع يحتمل بيها والحاجات دي كلها ده فيديو تعمل بصورة عن موضوع الأهرامات أحرك السحاب وعمل زوم على اللقطة فمبدئيا يعني الموقع ممتاز بالنسبة لي ممتاز، مع الوقت ان شاء الله يكون احسن ويطار بشكل اكتر اشتركوا في القناة